قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصبع الخير يا مصر النهاردة خلونا نصبح على ليندا واتطمننا على حالة الضقس وكمان أسعار الدهب بول عملات صبع الخير عليك يا ليندا صبع الخير شازلي، صبع الخير هدير صبع الخير يا ليندا الحقيقة يا شازلي، النهاردة الأجواء ما زالت ربعية درجات الحرارة في القاهرة الصبح بتسجل أقل من الثلاثين ولكن بداية من بكرة هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة درجة الحرارة في القاهرة تكون ثلاثين لكن النهار ده 27 طب لين ده كمان خليني أسألك بتتمرني قبل الفطار ولا بعد الفطار بعد الفطار هي هدير في رمضان الساعة 9 بالليل ولكن أنا بفضل بقى غير أيام رمضان بحب أتمرني الصبح لكن في رمضان مضطرة الحقيقة بعد الفطار قبل الفطار ما بكونش قادرة خالص أنا كمان بعمك أتمرني بعض الفطار سواء خير عليكم مشاهدين تعالوا نسترد مع بعض أسعار صرف العملات الرسمية ونبتديها مع الدولار الأمريكي وسعر الشراء وسعر البيع سعر البيع 18.43 أما الشراء فبيسجل 18.34 اليورو البيع بيسجل 20.10 أما الشراء فبيسجل 19.99 الجنيه الاسترليني البيع بيسجل 24.21 أما الشراء فبيسجل 23.08 الفرنك السويسري البيع بيسجل 19.72 أما الشراء فبيسجل 19.61 هنروح لليوان الصيني البيع بيسجل 2.89 أما الشراء فبيسجل 2.87 الريال السعودي البيع بيسجل 4.91 والشراء بيسجل 4.89 الدينار الكويتي البيع بيسجل 60.51 أما الشراء فبيسجل 60.11 الدرهم الإماراتي البيع بيسجل 5.02 والشراء بيسجل 4.99 دلوقتي مشاهدين تعالوا نستعرض مع بعض متوسط أسعار الدهب ونبتدي مع عيار 18 اللي سجل 864 جنيه للجرام أما عيار 21 فسجل 1.08 جنيه للجرام عيار 24 سجل 1.152 جنيه للجرام وأخيرا الجنيه الدهب سجل 8.064 جنيه خلونا دلوقتي مشاهدين نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة الطقس هيكون دافي على الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومعتدل على السواحل الشرقية والغربية وسط سيناء وهيكون حر على جنوب سيناء والشمال وجنوب الصيد درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 27 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 36 وأقل درجة حرارة في العريش 20 هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية